بسم الله الرحمن الرحيم حلقات الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بجامع فهد الحسين بالعزيزية تأسست الحلقات عام 1417 بمسجد الشيخ عبد العزيز بن باز بحي العزيزية وانتقلت إلى هذا الجامع المبارك جامع الشيخ فهد بن عبد الله الحسين رحمه الله تعالى عام 1431 للهجرة بلغ عدد الطلاب الخاتمين منذ تأسيسها أكثر من 75 طالبا ولله الحمد وخرجت كذلك العديد من الطلاب الذين خدموا الدين والوطن في شتى مجالات الحياة وفي هذا العام الدراسي 1437 للهجرة بلغ عدد الحلقات 12 حلقة أما عدد الطلاب فكان 161 طالبا عدد المعلمين بالحلقات 11 معلمة والمشرفين التربويين 8 مشرف وتربوي عدد الطلاب الخاتمين 8 وهم الطالب أحمد علاء علوي والطالب أحمد عماد الدين عبد الشافي من طلاب الحلقة الرائدة الطالبان عبد الكريم محمد عبد الكريم وصدام الصليخة من حلقة الجامعين والموظفين الطالبان فيصل الأنصاري وبدر الدوسري من طلاب المرحلة الثانوي وأخيرا الطالبان محمد أمين وعائد المالكي من حلقة الجامعين والإقراء عدد الطلاب الخاتمين والمجازين بالسند والرواية طالبان هما الطالب أنور الشرعبي والطالب أنس الإدريسي وأخذوا الإجازة عن طريق الشيخ نصاري الخضر معلم الحلقات عدد الطلاب المجتازين لاختبار الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم للخاتمين كان طالبا فقط وهو الطالب صدام الصليخة من حلقة الجامعين والإقراء بتقدير جيد جدا أما عدد الطلاب المجتازين لاختبارات الأجزاء التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز العزيزية خمسون طالبا أربع وعشرون طالبا للفصل الأول وستة وعشرون طالبا للفصل الثاني عدد ما حافظه الطلاب طوال العام الدراسي ثلاث عشرة ختمة أي ما يعادل سبعة آلاف وتسعمائة وجه من القرآن الكريم أما عدد ما راجعه الطلاب خلال العام الدراسي ستة عشرة ختمة أي ما يعادل أكثر من تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وتسعين وجه من القرآن الكريم نتائج يوم الهمة لمراجعة القرآن الكريم المقام يوم الجمعة الخامس عشر من شهر رجب عام 1437 للهجرة بلغ عدد الطلاب المشاركين 45 طالبا وعدد المعلمين 9 معلمين بلغ عدد ما سمعه الطلاب ختمتين ونصف أي بما يعادل 1593 وجه من القرآن الكريم البرامج والأنشطة الطلابية بلغ عدد الزيارات لجهات خيرية وتوعوية كانت 6 زيارات وبلغت عدد الزيارات الترفيهية 7 زيارات عدد اللقاءات والدورات التدريبية المقدمة كانت 10 دورات وعدد المسابقات الترفيهية التي قدمت 8 مسابقات تستخدم الحلقات نظام الحلقة الإلكترونية جهاز كمبيوتر لكل حلقة وتعمل عبر برنامج إداري نفذته وصممته إدارة الحلقات يخدم الطلاب والمعلمين من إنجازات الحلقات لهذا العام على مستوى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز العزيزية حصلت الحلقات على المركز الثاني في اختبارات الأجساء وعلى درع التمييز لتخريجها لطلاب الخاتمين وكذلك على درع التمييز في الإشراف التربوي حصل الطالب خالد المسلماني من طلاب الحلقات على الدرجة الكاملة 100% في اختبارات الأجساء التابع للجمعية الخيرية استضافت الحلقات لحفل التمييز التابع لمركز العزيزية لتحفيظ القرآن الكريم نسأل الله الكريم أن يبارك في الجهود وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول وأن يخلف على البادلين والموفقين على هذه الحلقات المباركة خير الجزاء وأنفاه في الدنيا والآخرة